تحتفل جادة رينجشتراسي إحدى أشهر جادات أوروبا بعيدها الخمسين بعد المئة بسلسلة أنشطة تسلط الضوء على جمالية هذه المنطقة الممتدة على مساحة خمسة كيلومترات تزنر وسط فين بما يشبه قلادة ثمينة وتحيي العاصمة النمسوية هذه الذكرى مع سلسلة نشاطات تذكر سكان المدينة وزوارها بمدى التأثير الكبير لهذه الطريق العريضة المصممة على شكل نصف دائرة في تاريخ فيينا بأفراحه وأتراحه وقبل تحوله أحد أبرز مراكز الجذب السياحي في مدينة تعج بالكثير منها كان ترينجشتراسي ويعني اسمها الطريق الدائري بالألمانية حلما راود إمبراطور النمسا فرانس يوزوف فقد أعلن هذا الإمبراطور في العام 1857 عن حاجة عاصمته إلى تحول يعكس غناها وإشعاعها ولإنجاز هذا المشروع أنفقت مبالغ طائلة وتمت الاستعانة بأفضل المهندسين في ذلك الزمن وأعطي هؤلاء حرية مطلقة لتنفيذ هذه الجادة تحت عنوان تاريخ الهندسة وتمخض عن هذا المشروع إنشاء مقر رئاسة البلدية إلى جامعة النهضة الجديدة ودار الأوبرا لنيورومانسية والبرلمان لنيو كلاسيكي ووسط المباني العامة ترتفع قصور خاصة ضخمة شيدتها طبقة من الأثرياء الجدد الذين جمعوا أموالا طائلة بفضل التحول الصناعي السريع للإمبراطورية شكرا شكرا